اسم التجربة تغيرات حالة المادة وقوانين الديناميك الحرارية الهدف من التجربة قياس درجة الحرارة والكتلة بالوحدات الدولية رسم الأشكال البيانية واستخدامها في المساعدة على وصف تغير درجة حرارة الماء عند تسخينه وتبريده تفسير أوجه التشابه والاختلاف بين هذين التغييرين عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة أدوات التجربة سخان كهربائي دورق زجاجي حراري ساعته 250 مليلترا 50 إلى 200 غرام من الماء مقياس درجة حرارة غير زئبقيين ساعة وقف ميزان خطوات إجراء التجربة نشغل السخان الكهربائي على أعلى درجة حرارة ممكنة نقيس كتلة الدورق الفارغ نملأ الدورق بمقدار 150 مليلترا من الماء ثم نقيس كتلة الدورق والماء ثم نحسب كتلة الماء في الدورق ونسجلها نسجل درجة الحرارة الابتدائية للماء والهواء في الغرفة نضع الدورق على صفيحة السخان الكهربائي ونسجل درجة الحرارة كل دقيقة مدة خمس دقائق نطفئ السخان الكهربائي ونرفع الدورق عنه بحذر ونسجل درجة الحرارة كل دقيقة مدة عشر دقائق نأخذ قراءة درجة حرارة الهواء في نهاية الفترة ونسجل النتائج في جدول كالآتي نرسم منحناً بيانياً بين الزمن ودرجة الحرارة النتائج عند وضع دورق ماء على صفيحة ساخنة فإن الحرارة تنتقل بالتوصيل في البداية إلى الدورق ثم إلى الماء في قاع الدورق ثم ينقل الماء الحرارة من القاع إلى أعلى خلال تحريك الماء الساخن للقمة بوساطة الحمل الحراري وعند إزالة أو فصل مصدر الحرارة يشع الماء طاقة حرارية حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة وتعتمد السرعة التي يسخن بها الماء على كمية الحرارة المضافة وكتلة الماء وحرارته النوعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر